ملأنا كوب الإزاحة بالماء وننضغر حتى تنتهي آخر قطران المذول نفرغ الماء من كوب الإزاحة في كوب آخر ونعيده إلى مكانه ونضع الثقل في بعاء الإزاحة لنقيص حجمه ربطنا القطع الخشبية بالثقل ونضعها في كوب الإزاحة بحساب حجم القطع الخشبية والثقل حجم الثقل والخشب يساوي 31 ملي متر ويساوي 31 سنتيمتر مكعب نطرح حجم الثقل والخشب يساوي 31 ناقص حجم الثقل يساوي 12 سنتيمتر مكعب نحسب كثافة الخشبية بتساوي الكتلة على الحجم الكتلة الخشبية 9 غرام على 19 بتساوي 47% غرام لكل سنتيمتر مكعب ترجمة نانسي قنقر